بدية المحلة ومباراة مؤجلة أكيد من الأسبوع الخامس عايز أقول لكم قيمة النادي الآلي يعني فيها ممكن أمور كتير هتختلف أو مش هتختلف يعني مثلاً كهرباء احتمالية كبيرة جداً هيستمر خارج القائمة وإحنا كنا قلنا قبل كده على فكرة الخبر ده وبنأكد عليه النهاردة احتمالية كبيرة إنه يبقى بره القائمة إضافة إلى إن الأمور فيها جزء فني كبير جداً جداً بناء على بعض التصريحات من مسؤولين داخل النادي الآلي إن الأمور فيها جزء فني لإنما نيجي نرجع لورا كده كهرباء لما جي شارك شارك فمات الشباب بلوزداد عشر دايق وطلب بعد كده إنه هو يكون موجود عشان فرح أخته فبالتالي يعني ده مع ده خلاً كهرباء ما يبقاش موجود واحتمالية كبيرة هيكمل ما يبقاش موجود في المباراة القادمة خصوصاً بعد وجود وسام علي ومودس كمان والسيخة اللي بيحاول ادهاله كولر في المباريات وإن الأمور بالنسبة لي خط جمال نادي الآلي فيه لحد ما تحسن بوجود وسام علي ده الشكل العام بالنسبة لي قايمة طبعاً احتمالية كبيرة برضو عدم وجود بعض اللعبين زي ما متولي وفيه إصابات كتير جداً لأنه دي الآلي الحقيقة هقولها لكم هبنكلم بداية من الشناوي اللي الحمد لله ابتدى الجزء الأول من التأهيل بعد العملية الحمد لله على سلامته طبعاً الشناوي والمرحلة الأولى بتاعته ولسه بعد كده طبعاً عدة مراحل لغاية لما يعود بقول إن حياة فكرة إصابة الكتف بالنسبة لي حراس المرمى صعبة قوي لأن كل الشغل طبعاً كتف وإيد فدي المرحلة الأولى نتمنى له إن شاء الله الرجوع بسلامة وبأسرع ما يمكن الحياة الشناوي حارس مرمى متخبنا الوطني والنادي الأهلي لكن في الآخر شبير برضو ما شاء الله عليه يعني سادت وزيادة الحقيقة وفيه سيخة كل يوم عن يوم كل ماشا عن يوم بتكبر بالنسبة له وطبعاً سيخة الجمهير بالنسبة ليه شبير في المباراة يعني طيب إحنا بتكلمكم إن فيه أمور ممكن تكون بتختلف يعني ممكن نلاقي عمر كمان عبدالواحد بقى هيكون موجود زنفولي موجود في القايمة واحتمالية عمر كمان إن هو يلعب من البداية هاني واضح إن فيه بعض الإجهاد وده واضح جداً جداً من المباراة اللعبة سواء شباب بلوزداد أو من ديامة الأخير وبالتالي فرصة بقى العمر إن هو يبتدي بقى مع النادي الأهلي ويلعب ماتشاته الرسمية في الدول المتاز بداية من ماتش بلدات المحلة الزنفولي هيبقى موجود طبعاً فكرة اللي يلعب أساسي عطاهها تبقى صعبة لكن هيبقى موجود على دكة البودلاء رمي ربيعة برضو ممكن احتمالية كبيرة لأن طبعاً ياسر إبراهيم الصاب فرمي ربيعة يكون بجانب محمد عبد المنام دول الأسماء اللي موجودة في الجديدة اللي ممكن تضاف على القايمة الخاصة بالنادي الأهلي كان فيه كلام على كريشتو لكن هل الأمور الفنية بالنسباله تخلي كولر يفكر احتمالية كبيرة ممكن يبقى موجود في القايمة واحتمالية برضو إن هو لسه ما وصلش للأمور الفنية اللي محتاجها إنه يلعب بشكل أساسي ده بالنسبة للطائرات الخاصة بتشكيلة النادي الأهلي وقايمة النادي الأهلي طيب كنا قلنا طبعاً التذاكر الخاصة بالنادي الأهلي ومباراة الأهلي والزمالك تم طرحها وإنها انتهت يعني في ظرف عشرين دي ودي حاجة زي ما بقولكم كبيرة جداً وجميلة جداً بتدل على قيمة الفريقين في المملكة العربية السعودية خالد عبد الفتاح بيقترب من الانتظام فيه تدريبات الأهلي الجماعية بعد الإصابة بالتالي طبعاً وجوده برضو كل ما اللعيبة أو المستشفى اللي كان يعني أعتقد أن فيه مستشفى كبيرة داخل النادي الأهلي حياة الصابات كتير داخل النادي الأهلي لكن أما اللعيبة واحد ورا واحد بيعود بتبقى بالنسبة للمدارب حاجة جميلة إنه بيقدر يشوف لو يحتاج أي لعب من دول يبقى متواجد بتبقى المنافسة أكتر وأكتر في المرأة ده بالنسبة لخالد عبد الفتاح حتى الآن النادي الأهلي بيحاول إنه يسابق الزمن فيه تواجد ديانج في النمسا عشان نيعمل العملية بتاعته وتبقى الأمور أسرع لأن برضو وجود ديانج في الملعب بيحل لك حاجات كتير يبقى عندك ديانج عندك السلية عندك مرانة عطية اللي هيكون برضو موجود في القايمة احتمال يعني مش احتمال ده أكيد لأن خلاص مهم جداً مرانة عطية بيبقى خلاص عامل مهم جداً في نص ملعب بالنسبة لنادي الأهلي وديانج اشتركوا في القناة